عاجل دعوة قضائية لوقف واتساب بعد تحديثه في مصر تقدم محامي مصري بدعوة قضائية لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس جهاز تنظيم الاتصالات لإيقاف تطبيق واتساب في مصر بعد تحديثه الأخير حذر المحامي المصري وليد الفولي من واتساب وأصاره السلبية واستغلاله في ارتكاب القضايا وضح المحامي لشبكات السوشيال ميديا وخصوصا واتساب هي مجموعة مواقع ويب وبرامج بتقدم مجموعة من الخدمات كالمحادثات الفورية والرسائل الخاصة الصوتية والمكتوبة وإرسال الفيديو والتدوين ومشاركة الملفات وغيرها من الخدمات أحدثت تغييرا كبيرا في كيفية الاتصال والمشاركة بين الأشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات الفولي أفات في الدعوة بأن مستخدمي مواقع السوشيال ميديا وخصوصا برنامج واتساب وبعد التحديث الأخير بدأ في توفير قصية الاستماع للرسالة الصوتية المرسلة لمرة واحدة فقط وبعدها تختفي من سجل المحادثات ولا يستطيع متلقي الرسالة الوصول لها مرة أخرى أو حتى إثبات محتوى وأشار المحامي إلى أن محتوى هذه الرسالة الصوتية ممكن أن يتضمن ألفاظا أو ابتزازا أو قد يحتوي على محاولات تمث الأمن القومي لا يمكن إثباتها وبها يكون مرسلها قد وصل لغرضه دون أن يستطيع أحد إيقافه أو تعقبه أو إثبات شيء عليه وأكد أن الموضوع ده مهم وبيشكل مشكلة لأبناء المجتمع المصري ويسمح بانطلاق مرحلة جديدة من المشاكل بلا حساب وهتظل الجهات الرسمية مجرد متفرج فقط لا حيلة لها ولا للمتضرر بسبب هذا التطور بالتكنولوجيا مما يجعل الأمر يحتاج لتدخل تشريعي بمصر لوقف الضرر الذي يتجاوز نفعه المصدر معنا كان من موقع قاهرة 24 المصري أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر أولونا في التعليقات تحت يعني هل أنتم مع وقف برنامج واتساب في مصر أم لا أنا بصراحة يعني ضد هذا القرار وأدعم وجود واتساب في مصر ويعني لن يكون هناك مصلحة لوقف خدمة واتساب في مصر يعني أترك لحضراتكم بالتعليق ولا أعلم إذا كانت الدعوة المقدمة من السيد المحامي يعني سيتم قبولها أو رفضها ولكن أعتقد أنه يعني من الصعب وليس على قضاء ولكن بالحسبة يعني إذا كان هذا البرنامج سيعود بالنفع أو الضرر أعتقد أنه يعني له منفع أكثر من ضرره أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر